مرحب بحضراتكم مرة أخرى ومجدد الترحب بالدكتور علاء الطحام مدير معهد بحوث الانتاج الحيواني اللي بشرفنا بالنواري النواري مكلمنا قبل الفاصل عن بعض الملفات المهمة بالسرع الحيوانية ومدى توفير خدمات زي دورات تدريبية مرتبطة بالترقاح الاصطناعي وبالتغذية وبالتصنيع الألبان ومحتاج هذه الدورات عنده معهد الانتاج الحيواني موجود في الدقي وعندنا المحطات المنتشر على مستوى الجمهورية الدكتور علاء ذكرها هننتقل لملف المهمة أقوى هو ملف الدواجن معروف أن صناعة الدواجن صناعة مهمة جداً في مصر وإحنا بنشتغل أو بنستورد الكاتكوت والكاتكوت بيجي لك مع الكاتالوج بتاعه ده معدل التحويل بتاعه قد إيه في كام يوم التحصنات اللي خدها أو المفروض يخدها تأكلوا إيه؟ طيب إحنا السلالات المحلية بتاعتنا إحنا تأخرنا قوي؟ إحنا نشتغل عليه في البحث العلمي؟ ولا إحنا محتاجين بعض العناصر عشان ننجح ونرفع انتاجية السلالات المصرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم أولاً إحنا ما تأخرناش عشان بس ما نظلمش نفسنا إحنا المعهد بحث الانتاج الحيواني الحمد لله إحنا آخر حاجة أعلننا عن سلالتين جداد سلالتين محليتين صباحية فضي وصباحية دهبي صباحية فضي وصباحية فضي ده إنتاج المعهد إحنا الحمد لله أولاً بس عشان نقول نظرة عامة الدواجن المحلية لها طلب خاص وزي ما حضرتك عارف إحنا السلالات المحلية بتشارك بتلاتين في المية من الدواجن في مصر السلالات المحلية تمسل تلاتين في المية من الصروة الدجنة من الصروة الدجنة في مصر يعني سبعين في المية للدواجن المستورادة الأجنبية وتلاتين في المية المحلي وزي ما حضرتك عارف إن الزوء المحلي بيتجه برضو لسلالات المحلية بتاعتنا أو السلالات البلدية إحنا الحمد لله في معهد بحسن إنتاج الحيواني إحنا عندنا الأصول الوراثية لتلات سلالات مصرية مصرية بنسبة مية في المية مصرية مصرية بنسبة مية في المية اللي هي إيه؟ اللي هي الفيومي الضندراوي سيناء دي التلات أصول المحب بحسن الإنتاج الحيواني هو المكان الوحيد اللي يمتلك جدود هذه السلالات كمان نقولهم تاني الفيومي الضندراوي سيناء كمان إحنا بننتلكه اتعامل عندنا معاهم حداشر سلالة محسنة ورصية ويمكن بعض الحداشر سلالة محسنة إنهم انحضروا منهم بقى إننا اشتغلت عليهم إذا وج سلالة صنف مع صنف مع صنف مع صنف مع صنف مع كان هي الدواجن دي كان معمولة صنائية الغراض لإنتاج اللحم وإنتاج البيض تمام فإحنا الحمد لله كزوق محلي عندنا إقبال كبير جدا على السلالات المحلية المصرية تمام ومعهد بحسن الإنتاج الحيواني بينشر السلالات دي على مستوى جميع الأماكن الإقليمية في مصر كلها سواء منطقة شمال سواء منطقة غرب سواء منطقة الشرق أو في الصعيد تمام من خلال المحطات الأماكن الإقليمية اللي إحنا قلنا عليها قبل كبير وبالفعل عليها إقبال وحجوزات كبيرة جدا أولا إحنا بنجيب البيض متوسط إنتاج وصلنا من 250 ل 270 بيضة في السنة دي متوسط عالي جدا أوزان البيض من 45 ل 55 جرام البيضة وده برضو متوسط عالي إنتاج محسن من السلالات المحلية عليها طلب كبير جدا وبتوافق الزوء المصري وغير كده المزاق يعني حتى البيض المائدة اللي حضرتك بتتكلم عنه بالزبط البيض البلدي اللي هو بمزاقه بريحته بجماله بكل حاجة بكل حاجة لما شفنا قلنا معدلات التحويل بتاعة كلحم أو بيض بالنسبة للسلالات المحلية احتياجاتها مش كبيرة زي السلالات الأجنبية هذا كده بتدفع عنها أنا ده حقيقي فعلا لأنه دورة التسمين بتوع الفترة أطول هي دورة أطول في التسمين بس أنا ما شوف معدل الأكل بتاعها قد ما أنا يهمني إيه معدل التخزين معدل بالزبط كده يعني أنت لما تيجي تحسب مثلا الفرخة اللي هي أو الكاتكوت البلدي هو بيأكل أقل خلاص هو بيأخذ فترة أطول بس مرحلة التسوية أو الجسم نفسه أو عشان تحصل مرحلة التسوية النطج بتاعه النطج بتاعه بالزبط كده والطعم بتاعه بيختلف خالص عن السلالات الأجنبية اللي هي النهاردة بتوصل تلاتين يوم هنا تلاتين يوم تلاتين يوم بيأكل مثلا ايه تلاتة كيلو تلاتة كيلو ونص علف عشان يدي كيلو جرام ده السلالات المحلية لو احنا شفنا هي بتاكن نفس الرقم بس بتاخد وقت أطول على كم يوم بقى احنا بالنسبة للسلالات المحلية هي المفروض المفروض عندنا بتقعد من شهرين ونص لثلات بس هي بس لو احنا شفنا كمية الأكل هي بتاكن كمية أكل هي بس النقطة الوحيدة هي موضوع الوقت يعني دي بتقعد من شهرين ونص ما هو ده البحث العلمي نعم هو احنا بنحاول ان احنا نوصل معدلات تسمين لفترة أقل مع ان برضو يعني حسب معلوماتي وانا مش متخصص انا اعلاني ان انا برضو لو اشتغلت على البحث العلمي هغير من مزاقها وهغير من كفاءاتها هي سعرها مرتفع سنة او مرتفع أعلى لان هي بتاخد فترة أطول وعلى فكرة بالضبط ولها سوءها ويعني اعتقد كل الناس اللي اشتغلت في هذا المجال كذبت وربحت منه وفيه ناس بتعتمد يعني هي انا بقول لحضراتك يعني مثلا ايه بيحصل ضربات كتير في الدواجن اللي هي المستورات زي ما بنشوف مثلا السعر وصل والناس كتير يعني شاية اقوله لا هو بقعد تستسعير ليه دوابط تانية خالص اه يعني انما انما الدجاجة المحلية محافظة على السعر هو سعره ودي ميزة يعني اللي بيشتغل فهمها بيخسرش عزارف بس بعد ما اخذ ام واليد الاول البيض المائدة كان عندكم بكام لما الاسعار تفعك ام واليد من اينا فضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاكا دكتور الدكتور بيسلم عليك انا نسهلا لا خليك ما اقول لك اخي احنا معانا مشكلة في حيال دي جوزي عاملها زي جاتي وهو في الحالان يعني الارض ما فيش ارض يعني كانت معاه ارض زي جاتي وبحة وقامت عليها مشكلة زي جاتي والحياذة دي وهمية واحنا معاناش ارض يعني هو مشا معرفوش راح فيه وسبنا من فترة لسبع شهور اه وبالكده احنا عاوزين نلغو الحياذة دي عشان يطلع لنا يعني معاش او قبض من تكافل وكرامة زي جاتي طيب بص يا ام واليد نعم حاضر انا هتابع معاك المشكلة دي بعد كده واخد بياناتها بالزبط وااا واكلمك تاني هكلمك بكرا ان شاء الله وهتباح معاك حاضر عناي ايه استاذ عبدو من كفر الشيخ تفضل ايه اهلا وسهلا اهلا وسهلا لو سمعت والله انا كنت انا كنت انا كنت اكدرابتي على هو بس ما كانت سوالة هو بالنسبة للبهائم اللي هي بالجز انواحها انواحها بهائم ايه البهائم اللي كنت اللي هي بالجز اللي انتوا بالجز هيلولك عندنا واحد اتنين تلاتة وبعدين هتروح في الادارة الزراعية وهتروح في البنك الزراعي وعندك قرد البتلو قرد البتلو عندك ده للموايش بكل انواحها انت ما تقعدش مكانك وتقول انواحها ايه وبكام وفيه اتحرك وهتلاقيني واقف جنبك تمام كنت عادة اتفضل اللي بيزن بقى دكتور موضوع التلكحل الصناعي التلكحل الصناعي دوصل عندنا غالي جو بكام بقى الاستائل 180 وبمتاة بس المنتاة ب250 وطالع طيب هتابع معاك من خلال الوحدة البتلية لانه هو بقى سعرهم اقل اقل من كده يعني السعر ده مبالغ فيه او ده استغلال لو وجد عندك فعلا بشكرك الساز عادل من الفيوم اتفضل الساز عامر عامر يا بشمان الساحل يا اهلا وسهلا انت يعني صديق البرنامج انا بعد الساعة بل انه والناه يجب الراكة مش مجمع سامحني فضل حضرتك عندنا المشكلة في الاحنا عايزين موضوع التلقيح الصناعي وعندنا المشكلة في تأخير السياع للبهاي البيه ما ده وقته 13-14 وبينكلم الدكتور البيطري بقولونا هاتلها الحقنة اللي هي بتاع التسخين دي دي وما جابتش ان تيجي جبناها مرة واثنين كلموا في التليفون كده فبيقولك هاتلها الحقنة لا احنا منكلموا بقولونا هاتلها الحقنة اه حقنة كزا او انا هاتلها الحقنة ومش جايب ان تيجي الوحدة البيطرية بينك الوحدة سواني بس الوحدة البيطرية ما بينك وما بينها قد ايه الوحدة البيطرية بينها نص كيلو بالكدير نص كيلو بس اتمشى بكرة نص كيلو اه وخش قابل الدكتور وما تسيبوهش لما حد يجي يكشف او يقولك هيجي لك امتى وهرجع اكلمك التاني مفيش حاجة اسمها اتصلت بيه فقال ليهاتل الحقنة لا يا جماعة دي ليها ضوابط انا مش طبيب بطري بس لما من قطر اللقاءات اللي اجريتها دي ليها ضوابط وتجهيز مش انا هروح اجيب الحقنة في اي وقت ولا هجيب القصيبة ويجي الراجل يشتغل وياخد الفلوس ويمشي ده ليها استعداد باشكر حضرتك حضرتك قلتلي احنا عندنا الفيوم الدندراوي سينة انحضر منهم 11 سلالة من 3 دول طاقتكم الانتجاه في المحطات واهمية وجود هذه المحطات وخطتكم لزيادة الانتاج احنا يهمني اهم حاجة ان احنا ننشر سلالة محسنة عالية الانتاج احنا الحمد لله احنا عندنا في المعهد عندي اتنين واربعين الف فرخة بتنتج بيض وبتنتج سلالات في خلال في محطات المعهد كلها من في الاربعتاشر سلالة بحتاجين احنا احنا ايه في محطاتنا دي عشان نزاود انتجنا انتو عندكم خط للتطوير ولا ده ده شكل المحطة احنا احنا كمعهد بحسي ده معهد بحسي احنا بننشر السلالة بننشر السلالة المربي اللي بياخد مني هو اللي بيزود الانتاج اهو انا برضو اصدف ايه بقى ان انا محتاج امكانات اكتر عشان اقدر انتشر النهاردة حضرك شايف ان في مشاريع جديدة وفي اماكن جديدة محافظة الوادي الجديد نص مساحة مرس احنا ما عندناش اي مشكلة ان احنا نبع احنا عندنا اماكن الصعيد كلها موجودة فيها بالفعل يعني انا عند محطة ملوي ودي محطة ملوي احنا ممكن ان احنا يتواصلوا معها وموجود السلالات دي بالفعل احنا زائد ان احنا اي حد بيطلب مننا بيض مخصب احنا بنوفر البيض المخصب لاي مكان بياخد بيض مخصب فيه السلالة اللي هو بيطلبها بيجي المعهد يشوف السلالة اللي هو طالبها ايه اللي هي تتوافق مع الزوء بتاع المنطقة لان كل منطقة لها الزوء بتاعها يعني احنا فيه يعني بعدين انت تعرف الدواجن البلدي الوان فيه الابيض في الاسود في اللي هي الازراء مش هكاسي دي السلالة ولا ولا هو ده اسم اطلق عليها لا لا اسم اطلق احنا عندنا السينة لونه احمر اسمه سينة احمر وعندنا الفيوم ومعروف الشكل بتاعه وعندنا بقى سلالات تانية مستنبطة من السلالات الدواجن دي بتبقى على حسب المنطقة يعني عندي حاجة اسمها مطروح بهيج جميزة كل السلالات دي موجودة في المحطات كلها بتاعة المعهد المربي اللي عايز بيجي يقود انا عايز السلالة دي بيجي يشوفها وشوف المواصفات بتاعتها وبنطلعه بنقوله المواصفات دي كزا ودي شكلها كزا انت عايز الزوق بتاعك ايه او المنطقة بتاعتك بيجي يحجز كل اللي هو عايزه احنا بنحجزه له وبياخده كتاكيت عمر يوم او اعمار وياخده ربي وبيبدأ ينشره عنده حتى كمان الادارات الزراعية كلها بتاخد من عندنا الجامعات بتاخد من عندنا صح اه اه قبل الفصل والتراك عايزين يعرف لما ارتفعت اسعار البيض كان ليه مبرر؟ ولا انت السعر عندكو كان سابت؟ لا والله كان سابت احنا عندنا البيض عندنا معداش اقصى حاجة له كان 53 جنيه ده البلدي البلدي اللي هو المفروض نسار وغالي لا والله إحنا عندنا ما زادناش عن 3-50 جرام معينا حتى الحجب بتاع البيض اللي عندكم ما هواش زي زي لا 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 عندنا بيت محسن زي ما قلت لحضرتك وحجم البيضة كبير يعني عندما يوصل 55 جرام للبيضة 55 جرام 55 جرام إحنا ما زودناش هو بيبدأ من أول أربعين في مرحلة البشار لغاية ما يوصل لغاية 55 جرام بشار الله وبيت بلدي محسن الطيور المائية وأنا كنت ظهرت المحطة بتاعتكم في السر وشفت كبان التلقيح الاصطناعي في الطيور المائية بالضبط أخباره إيه؟ ممتاز جدا احنا عندنا سلالات عندنا السوداني وعندنا المسكوفي وعندنا الدومياطي سلالات محسنة وعالية الانتاجية موجودة بالفعل وبنوزع برضو بلش ممتاز للتلقيح الاصطناعي في البط وممكن يكون فيه ناس ما تعرفش لا لا ممتاز وإحنا عندنا التلقيح الصناعي ما شاء الله في كل حاجة عندنا التلقيح الصناعي عندنا ناس متخصصة في الكلام لو أي حد عايز دورات تدريبية في هذا المجال إحنا المعهب بيوفر الدورات التدريبية دي في كل أنواع الحيونات سواء أي التلقيح صناعي يعني في جميع المجالات فرصة الدكتور علاء موجود معنا النهاردة ووضح مجالات التدريب المختلفة بالضبط وفي الأرانب كمان عندنا في كذا محطة يعني الأرانب منتشرة في المحطات بتاعت المعهب وفيها تلقيح صناعه وفيها سلالات موجودة والمعهب بيوفرها وسلالات كلها أصلية ونقية تماما ودي مش متوفرة في أي مكان لا مش موجودة في أي مكان لا السلالة النقية لأن انتم من أهم الأدوار اللي بتقوموا بيها الحفاظ على النقاء السلالة بالضبط ده دور المعهب حفظ للسلالات المحلية وتطورها وتحسنها ورفع انتاجياتها وجزئية أنا في امتهى من سياق الحديث ليه المحطات البحثية كمان منتشرة في كل محافظات مصر طبعا شيء طبيعي عشان تقدم الخدمة للمربيين بالضبط لكن كمان لقدر الله في حالة حدوث وباء أو جائحة في أحد المحطات لأ أنا عندي السلالة دي موجودة في محافظة تاني ودي بالضبط زي ما حضرتك نواة كده دي حصلت أيام الفلوانزة الطيور الحمد لله المعهد الحمد لله من يتأثر بهذا الموضوع نهائي إحنا ما بيجي عندي مثلاً أنا عندي 14 سلالة دواجن دلوقتي كان من فترة كانوا 12 إحنا الحمد لله أعلننا عن سلالتين جدد عالية الإنتاجية سواء إنتاج بيض أو لحب كنا بنعمل إيه؟ أنا عندي محطات الدواجن أقل محطة لازم بيكون فيها سلالتين متقررين يعني أنا مثلاً لما أخذ عشان توزيع إقليم لو أنا عندي محطة في الفيوم بعمل سلالتين في محطة الفيوم ونفس السلالتين أعملهم في محطة أنشاص أعملهم في محطة الجمازة في برج العرب بحيث أن أنا يبقى عندي كذا مكان للتناوب لو حصل أي حاجة هنا المحطة التانية تبدأ لأن لما بيحصل وبقى واحد حاجة بيحصل للمنطقة فما بيحصل كاردون المنطقة أو أي حاجة أو أي حاجة على المنطقة بيبقى عندي منطقة بديلة فدي لازم أنا ده موضوع التوزيع ورافق هم جداً 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 ما أقدرش أحطه سلولة في مكان واحد ممتاز بقرة المربي الصغير ماعز برضو بتشتغل عليه؟ إحنا عندنا الحمد لله السلالات برضو أصلية أنا عندي الدمشقي وعند الزريبي وعند البرائي عندي صلالات عالية الإنتاجية وهو محسنة وراسياً وإنتاج اللبن بتاعها الحمد لله إحنا وصلنا بيها الرفع إنتاجية الألبان بتاعتي توصلت 2 كيلو ونص لبن ماشاء الله وبنصنع منها جبن كمان يعني عندنا جبن ماعز كمان يعني بناخد الألبان بتاعنا ومتخش في التصنيع كمان وبننتج لبن ماعز جبن ماعز جبن من المعز ودي ممتازة جداً وعلاق إقبال كبير جداً أستاذ علاء من البحيرة تفضل أهل المسهلة بيه أنا كنت عاوز ناخد دورة بتاع التلقاح الصناعي وعاوز نعرف الكولمن ديه من اشتريه أنا على حسابي واللي هم بيدون لكل من اللي فيه التلقاح لا إحنا بنعمل دورات تدريبية بس يعني إنما شراء إحنا هنوجهك تجيبها منين لأن دي متخصص أماكن لبيع المستلزمات التلقاح الصناعي ودي موجودة الكولمن ده غالي يا ضبط لا 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 مش غالي ده هو الغرض منه الحفظ بس هو طبعاً هو الكولمن ده فيه حاجة اسمها نيتروجين سائل النيتروجين السائل ده بيتحط فيه القصيبات عشان تحتفظ بدرجة التجمد بتاعته عشان تتنقل من مكان لمكان طبعاً ده أهم حاجة في الموضوع أنت لما تيجي هيعرفك في أثناء التدريب هيقولك أماكن بيع الحاجات دي وأسعرها يعني تحت أماكن أنت بتشتغل إيه بقى؟ أنا رجل مفلاح عادي موجارة بس جميل الفكر ده أن أنت عايز تتعلم حاجة بنفسك فأنا أبحييك على ده أنا عاوز نتعلمها عاوز نتعلم الجس الجس بالإيد بس ده ما هوش علاقة للجس بالإيد ده مش تابعكم لا لا تابعنا ما هو ده أساس التدريب إنه لازم يعرف فيه دورات تدريبية على الجس والتوقع الصناعي هو بتعلم لاتنين تمام إحنا هنوصل برضو رقب حضرتك للدكتور علاق بحيث المعهد يتواصل معك هو على فكرة مهنة الجسس دي مهنة يعني جميلة جداً وعليها طلب كبير جداً فرصة عمل كبيرة جداً يعني إحنا بنعلمه طريقة بتدير فرصة عمل مرطب البطري؟ لا 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 مش هيقول لك ده تخصوصي وده صميم عملي؟ لا لا أنا يعني موضوع الجسس ده منتشر في منتشر في كل الكرة على فكرة موجود بس لما يتعلمه ياخد شهادة فيه أفضل يعني أنتم بتدروا شهادة من معكم؟ شهادة آآ آآ بياخد شهادة معتمدة لأنه بيتعلم بإيده ومع ناس بتدرب يعني في ناس متدربين رقمك مع الكنترول يا آآ هندي للدكتور عليك سيد أحمد من إيه تفضل؟ سيد أحمد أخبار أحياتي ليك وملايفة العزيز بشكرك أحجح والله إحنا كنا عاوزين بس نحجز عدد رقوس ماشية بس احنا من بعيد يعني محافظة جينة وكنت متابع لسه الدكتور يعني أقرب مركز لنا بعيد شوية لو فيه مراكز جريبة علينا يعني ما عرفش أنا أقرب مركز لنا المحافظة جينة أقرب ما كان لقينا أنه هو يحجز منه رقوس ماشية رقوس ماشية ده مدريت الزراع مدريت الزراع لهو عايز من المحطات نعم انت عايز من الجموس المحسن ولا عايز إيه؟ آآ لا وكان أنا كلمت حضرتك جبل كده بخصوص يعني ما عليش عاوز بتهمل حضرتك على الحياز اللي كلمت حضرتك علينا أنا مش فاكر قولي إيه الموضوع اللي قلت لحضرتك أنا مشتري أرضه وصاحبة محيزة وما رادش يتنازل عنيها محدش تواصل معي أنا عاوز بس أي حد يدلني عن الإجراء اللي أعمل أنا لا أنا قلت لك قلت لك هتأخذ الأوراق بتاعتك وتروح لوكيل وزارة الزراعة وتعرضها عليه وتحكي لي اللي حصل لأن ما ينفعش كده آآ من خلال الهاتف لأن هي مشكلة ما بينك وما بين آآ مواطن أنت أخذ أوراقك وروح لمدير الزراعة الأول مدير المدرية أشكرك آآ عايز بقى أختم بحاجة جميلة آآ في ناس بيقول لك أنا عايز أعمل العليقة بإيدي دول قدر ننصحهم بحاجة وأنا عارف أنت خصوص حضرك تغذية آآ لا أنت أعمل آآ أنا عايز أوضح حاجة بس عشان برضو إيه يعني إحنا ما قلنا على موضوع تدوري المخلفات والآآ آآ الموضوع ده مهم جدا لأن أنا أنا بحاول استفيد بكل المخلفات اللي عندي وأن أنا أدخلها وأعيد استخدامها تاني في تغذية الحيوان خلينا نتفك على حاجة آآ اللي هي بتقابل أي مشكلة بتقابل أي آآ مربي هي مشكلة المخلفات إيه؟ إنها حجمها كبير الاستصاغة بتاعتها قليلة فقيرة في البروتين فقيرة في العناصة المعدنية صح إحنا بنعمل إيه؟ إحنا بنتغلب على الأربع مشاكل دول أول حاجة بالنسبة للحجم أنا بقلل الحجم بتاعها خلاص سواء عن تقطيع فرم هكذا بحيث أن أنا أقلل ليه؟ ليه؟ لأن الحجم أكبر من أو أكبر من الكسافة يعني فالوزن بتاعها بيبقى خفيف فده أنا بقلل المساحة بتاعتي دي نقطة النقطة التانية أن أنا أرفع القيمة الغذائية بتاعتها النقطة التالتة أن أنا أرفع الاستساغة بتاعت أغنيها بالفيتامينات والأملاح المعدنية فإحنا لو تغلبنا عن النقطة دي أقدر أستفيد من المخلفات كلها اللي موجودة عندي واللي قدامي سواء مخلفات حقلية سواء مخلفات بساتين سواء مخلفات مصانع أنا أقدر أستفيد من الكلام ده كله إن أنا أعيد استخدامها في تغذية الحيونات وعليه أرخيص لو أنا بدخل بدائل 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 التغذية دي فيه وبعرف قيمتها الغذائية أقدر أستبدلها كجزء من الأعلاف الغالية التمن تقوم تقلل تكلفة التغذية طبعا في النهاية هيتزود لي العائد سواء من إنتاج اللحم أو الألبان طيب أتغلب عليها إزاي؟ أحاضركم طيلا أنا عندي أربع مشاكل وبعرف أحلوه أه حجم كبير ما فيهاش أملاح ما فيهاش أملاح ما فيهاش استصاغها ما فيهاش بروتيب بالظبط يعني فقيرة جدا فقيرة جدا أنا أحولها إزاي لغنية جدا أه هو ده بقى النقطة إحنا الشغل بتاعنا في النقطة دي إحنا نقول إيه لو مسكنا القشة مثلا أو التبنى أو الخطط إحنا لو فرمناه نقلل الحجم بتاعه لهم لما نقلل الحجم بتاعه نعمل إيه؟ هيرفع معدل الهضم بتاعه الحيوان ما بيأكل بيكتر فيقلل وقت الاقترار بتاعه يقوم ما يخدش حجم كبير في الكرش يقوم ما يقلل استهلاق الطاقة في الحيوان ده هيعود على الحيوان نفسه صح أما أجأ أعمل بعض المعاملات بتاعه زي المعاملات سواء معاملات إغناء زي أننا أضيف ملاس أعمل معاملة باليوريا اللي هي بس في إطار علمي يعني مش أي حد يعمل حاجة زي كده أنا ممكن أضيف مكونات بالضبط أرفع نسبة البروتين أرفع الطاقة بتاعته أرفع الطاقة أن أضيف الحاجات اللي قال المحسنات المحسنات الغذائية سواء محسنات سيلة أو جفة أننا أرفع القيمة الغذائية بتاعتها قدي طاقة للحيوان يقدر يستفيد منه يبقى أنا رفعت في نفس الوقت بترفع لي الاستساغة بتاعة الأكل يعني أنا مثلا لما بحطه ملاسق أو حاجة زي كده دي مادة سكرية بترفع لي الطاقة اللي الحيوان بيستهيقوم لما يجي يهدم أو يجي يقتر الحيوان يقوم ما تستهلكش طاقة من جسمه يقوم الظهر بتاعه يبدأ يدي إنتاج إضافة الأملاح المعدنية والفيتامينات دي مهمة جدا لإنه بتكمل التغذية بتاعة الحيوان يقوم يظهر عندي فيه معدلات التحويل الغذائي أقلل بقى تاني حاجة إحنا مستخدم مثلا الحاجات اللي هي الأعلاف الخضرة الأعلاف الخضرة إزاي استفيد منها أعلاف الخضرة استفيد منها بكذا طريقة ممكن أستفيد بأعلاف خضرة زي ما هي إن إحنا نحط تركيب علفية خضرة اللي هي إيه أحط محصول نجيلي علفي مع محصول بقوني يبقى أنا بديت تعليقة متوازنة للحيوان دي إحداث الطرق حاجة تانية بالنسبة لعمل السلاج عمل السلاج أنا ممكن السلاج مش قاصر على الضرة بس السلاج ممكن يعمله من أي مادة علفية خضرة أو أي نبات أغضر هي الفكرة فكرة السلاج إيه عبارة عن 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 حفظ لعلف أغضر بعيد معزل عن الهواء أيه مع إضافة بعض المكونات اللي رفع القيمة الغزائية بتاعته يوفر لي علف طول السنة للحيوان فدي مهند دكتور علاء حناك نورتنيو الله يخليك شكرا 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 بس احنا النهاردة بديك على رقام كتير دكتور علاء الطحام ودي المعهد بحوث رب من أهبارك فيك الله يخليك شكرا يا فن مشاهدي من أكبر مصر كل يوم أسبوع على خير شكرا 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 شكرا